اوكي بمعنى طيب العزراء زعلان من شريكو عايزو يصلحو مستنى مصالحة عايز يتفق مع شريكو على حاجة عايزين يتفقو على حاجة والحاجة دي نحو المستقبل اما ان هي مثلا ام يعني يتفقو على الارتباط ان هما خلاص يكملوا ارتباطهم او على طريقة التعامل ما بينهم يعني من هنا ورايح يعملوا قاعدة كده من هنا ورايح انت مثلا فيز ما تعملش كده وانا مش هعمل مثلا الطريقة دي بيزبطوا حاجة حاجة نحو المستقبل يعني عايزي اتفق مع شريكو على حاجة وحاجة يكملوا بيها للمستقبل انا انا عادة في الظلام انا هو في الظلام اللي حابطي شايف شريكو ازاي العزراء شايفو شخص غني مش شرط ان هو يكون غني بفلوس يعني يا جماعة غني غني بمشعره غني بأخلاقه كده يعني وعنو مليانة وحاجة حلوة جدا كده وكمان وامان ده اكتر حاجة الامان شايفو الامان بالنسبه بس الطاقة ما بينكم متقلبة طالعوا ناس لا يوم حلو يوم لا برتم سريع ما هو ده طبيعي ان العلاقات تبقى فيها يعني تبقى فيها انا خايفة يا جماعة انا خايفة بجد اا انا قصد تقلب سريع اللي هو لسة مستعين مبارح تاني يوم هوب يروحوا قفشين على بقى باهمين قصدي؟ متقلبة دعمها زي مونج البحر الشريك بقى الشريك عايزين الشريك بصراحة انا شاف ان هو شافة كسلان ولا ايه الموضوع عنده هو مش عايز يعمل حاجة انا هقعد كده مانتخ ويعني انت زبطي اي حاجة مش عايز يبزل مجهود مبيبزلش مجهود مانتخ اوكي بس نفسو نفسو صفحة جديدة يعني ان انت تخفر له اللي فدك كله نقفل الصفحة ونفديها من الاول بس شكله ما بيعملش حاجات تجاه ده يعني هي مجرد امنية شايفك ازاي شايفك برضو سعادة شايفك اه احتفال حبي احتفل معاك انت نفسك بالنسبة له رمز الاحتفال وتشاهد طاقة اجابية جدا وحلوة جدا بس تعالوا نقلبها لو العزراء هو الشريك يعني فاهمين قصدي ايه ان يعني شريك العزراء هي البنت فا هي شايفة بيخنها وحاسة بخيانة افتكر حاسة مش افتكر حاسة مش حقيقي يعني هي مجرد احساس شكوك فاهمين قصدي شكوك اللي بيحصل هنا دلوقتي في حيرة كده بعدين بتقيموا الموقف زي ما تقولوا انتو في عملية تقييم بعدين بقى اه اتبعك الحمد لله بتقيموا الموقف مثلا اه او بترسموا خطة بعدها فيه انهيار لشيء كبير عشت بيه فترة طويلة جدا من حياتكم وهيبتدي انهار اوكي والشيء ده شيء وحش مش شيء كويس انهيار لشيء وحش حاجة كانت غلط في حياتكم ان شاء الله هتنهار وهتبتدي الصورة تتضح اا الشهر اللي باعده شايفة انه فيه عطاء اكتر هتدل بعض حاجات. هيبتدي يمكن شريكك يبتدي يتحرك شوية. بعد الانهيار ده. بعد الحاجة الصورة دي ما تتضح. هيبتدي يهتم اكتر وهيبتدي يبزي. طيب. اللايف وصل. او ما انا عارفه. بس رجع تانية يا جماعة. الحمد لله. لعلمك بقى زرامك انا عاملك يا امانسي. يا امانسي انا كنت خايفة قوي يا امان. لأ حرام عليكي كنت خايفة. فاصل اهل بس رجع الحمد لله خلاص. طيب. اوكي اه رجع الحمد الله خلاص تمام تمام. بصوا بقى يا جماعة في بقى مفاجأة هنا. معنا بقى يعني شعرف اقولي ايه. هي حميتي بس هي صحبتي اخر حاجة. رحبوا معنا بتوتو يا جماعة. بتوتو هتلاقي اسمها تي يو يو و تي يو يو. اعسل شخصية في التاريخ بتفرج علي النهاردة منوراني يا توتو. حبيبة قلبي. انا حلويت في عيونك انت بس يا امر. بص يعني. هكلمت بعد اللي هقولك. تمام. اهلوك المرج العزروق رجوع مع ابنت الاسر. طيب ده حنشوفه كمان شوية في كارت اللي نسحب كارت. ولا بتقولك نوارتي يا ست الكل. اهلا بس يا كمال حمياتك ردي حاضر يا ايه انتو هتتشعله فيها ولا ايه. نرحب كلنا يا احلى حمى في مصر انا مقدرش اقول عليها حمى صراحة. مقدرش. اه يا اميرة مباشر دلوقتي حبيبتي. احمد بيقولك نوارتي. انا بيت مش عرف على الحاجات ليكي ولا لايه. احمد تاني بيقولك منوري يا توتو. حبيبة انت. توتو من اكتر الناس بصراحة اللي شجعتني كمان عن الموضوع ده وكانت مقام نبايا الصراحة. حبيبتي يا توتو انت. طب بصوا بقى يلا من ناحية شديد كويس. يا بني خيالك يطول الحمى. امين يا رب يطول في عمرها ويبرك في عمرها يا رب. دلوقتي هنقرأ قراءة المجانية الخاصة اللي كسبت معنا في اللايف النهاردة بعدها على طول. هنبتدي في ايه بقى? في السؤال الواحد. تمام? يلا جميل. اه القراءة اللي كسبت معنا النهاردة. هقول اول اسم بس. سنية واحدة وردها. طيب دي يا رشد بعد ما نخلص بس. خلينا نخلص بس القراءة الان. طيب. امتدمت ديني سبريمشوت فين الكمبرسيشن اللي كتبنا? اه. سور يا جماعة ديني بس سنية واحدة هبقى معيكم. نورتي يا توتو الناس بتتلم عليك يا توتو. توتو بس بقى لها كتير مش بتستعمل فيسبوك فتلاقيها مش هتعرف تعمل ريبلاي. بس انا متأكدة انها متسلم عليكو وكلكم. طيب البنوتة اللي كسبت. فين يا راشد بس? اهي. اه سارة. تمنتاشر تمانية. ستة وتسعين. استعد يا سارة. يلا قريبتك حالا. اوكي. سارة. تمنتاشر تمانية. برج الاسد. حلو قوي. حنقرأ لها اقراءة عطفية. مهمة. سوعة التور. كويس قوي. ماشي. تعالوا نشوف سارة وشركها الاخبار. اه لو انت بتواصل معي يا راشد دلوقتي لو عندها اي سؤال خلال القراءة اقولي. مرسي ايا عالشير تانكيو. شايت منك عملت كتير شايت. وان تليز ما حدش يزعل من حد. عشان خاطر ما حدش يزعل من حد. كل مرة بنختار بشكل عشوائي والله. الموضوع مفوش اي اي حركات يعني. طيب اسلام حتلاقيه زي ما هو في التسجيل يعني. هو مسجل بعد ما خلص اللايب. حتلاقي الفيديو زي ما هو كامل. معلش يرجع سماعه تاني. لاني مش فكرة. ثانية واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحيم. بسم الله الرحيم. بسم الله الرحيم. بسم الله الرحيم. ما هي المادة تتطور اكتر. او حيز تحسر بامان اكتر. اصل المادة دي بترمز دا حاجتين. المادة في شكلها المادة الطبيعي اللي هي الفلوس يعني. او الامان. انها الامان. فها بتنقصها دي اما فلوس او امان. حيرانة بحاجة. بتاخدي قرار حاجتين شباه بعض. ومحتارة فيهم وإجابة الحيرة بتاعتك دي انك تمشي ورا إحساسك دي يعني ما فيهاش ما تتحسبش مش مركحة مع فضلة شايف شريكك ازاي شايفة في صراع يعني انتي عايشة في صراع يا إما في ناس كتير حواليك وبتتدخل في العلاقة بتاعتك وتشيز حاجة أنا ما بحبهاش خلص يعني ما فيش حد يحبها لو هي الموضوع كده وفي زحمة عندك جوه طلعي ناسي من هاش نازمة وتبقي انتي هو بس عشان الدنيا تبقى تهدى شوي إما انتو علاقتكو فيها عقبات كتير كلما تطلعوا من عاقبة تخشوا في عاقبة جديدة أو إنه هو نفسه خناء يعني انتو تخنقوا مع بعض كتير أنا شايفة الطاقة بينكو فيها رضا يعني إذا انتو الاثنين حاسين برضا أو طرف واحد بس أنا شايفة إن الطاقة مش وحشة بحلوة جدا رضا لها سعادة يعني الشريك عايز إيه؟ لا الشريك بيتخانق شكرا الشريك الأفتكر بيحاول يأما الداخل منافسة بينك وبينه إما إنه هو بيحاول يسيطر إما إنه هو من النوع اللي بيدفع عن نفسه مجرد الدفاع عن النفس فهمة قصدي بتاع مشاكل يعني شكله بتاع مشاكل بس نفسه إيه؟ نفسه يقدملك حاجة يعني على فكرة هو في الحقيقة بيحبك لا بيحبك ونفسه يبقى الفارس فارس أحلامك ويجي يقدملك كل الحاجات اللي انت عايزها شايفك إزاي شايفك شايلة هموم ومشاكل كتير جدا فوق احتمالك فوق ما أنت ممكن تحتعملي في حالة دلوقتي ما عرفش دلوقتي يمكن أنتوا في حالة أمل العلاقة خدت بقى فيها أمل أكتر أو العلاقة فيها فرص أكتر بس بعدين في حالة طيباً هتندموا أنتوا ديتوا الفرصة دي حسوا بندم ياريتني مادة الفرصة دي ياريتني كنت عملت حاجة تانية بعدها شايفة موقف صعب أو تدين أو هتبتدوا يقربوا من ربنا أكتر أو شخص فيكو يعني طرف هيكو هتدي يقرب من ربنا فأنا شفت سلسلة الأحداث كده أنت عايزة أمان أكتر أو عايزة مستوى مادي أحسن محتارة شايفة طاقة فيها عنف أو فيها دوشة أو مشاكل كتير هو بيحاول يكسب أرض يعني هو بيحاول أو بيحاول يسيطر عليكي بس هو بيحبك جداً ونفسه يقدملك حاجات كل الحاجات يتمنيها شايفك تعبان أو شايلة هم كبير والتقى ما بينكم طاقة حب لا طاقة رضا هي رضا أكتر من حب بس فيها سعيدة فيها رضا يعني في فرص هتدوها لبعض الفترة دي بس واضح أنتوا هتندموا على الفرصة دي وبعدين موقف صعب دي قرية الشهر بصي هتقولي لي ده فراء أنا مش شايفة فراء هي زعلة لو أنت شايفة أنه الشخص ده مش مناسب ليكي حبيبتي وديني عندك لها مشاكل من أنتم مخطوبين ولا وقف الموضوع من دلوقتي يعني مش هقولك أكتر من كده لأنه لو هي بدية بمشاكل كبيرة بالشكل ده بعد الجواز هتكبر أكتر لأ أنا وقام وعدك دي كانت القرية الخاصة كتنعنا النهاردة ويلا باب الأسئلة تفتح زي ما اتفقنا اسم عايزة تعرف في صفر حاضر حاضر يمير ومن عناية سحبل الكارتي حبيبتي بس نشوف لي صار آخر حاجة عايزة تعرف في صفر ولا لا ترجمة نانسي قاني وقت حقائق ورا سلامology ورا ترجمة نانسي قاني و 60 للتعرف والكتور